اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين دروس التعلم عن بعد يسر قسم الرياضيات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم عنوان الدرس قراءة الدقائق الخمسات تهيئة تقويمية العد بخمسات هيا يا طلابي الأعزاء نبدأ العد خمسة عشرة خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون ثلاثون خمسة وثلاثون أربعون خمسة وأربعون التهيئة أعزائي الطلبة لنبدأ الآن بفتح الكتاب صفحة تسعة وتسعون ما هو العدد الذي يمثل هذه الساعات؟ وما هو العدد الذي يمثل الدقائق؟ في مطار حمد الدولي هبطت طائرة الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة كيف يمكنني أن أمثل الوقت على الساعة أدنى؟ أحل وأشارك صفحة تسعة وتسعون وقت وصول الطائرة هو الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة كيف يمكنني أن أمثل هذا الوقت على الساعة أدنى؟ ما هو العدد الذي يمثل الساعات؟ وما هو العدد الذي يمثل الدقائق؟ ماذا لو تأخرت الطائرة عشر دقائق؟ كم ستكون الساعة يا ترى؟ هيا لنتعلم يا أبطال الجسر البصري هيا يا أعزائي الطلاب لنتعرف على الساعات يوجد لدينا في الحياة بأكملها ساعتين وهي الساعة الأولى وهي ساعة العقارب وهي كما في الصورة الساعة الأخرى وهي الساعة الثانية وهي تسمى الساعة الرقمية وهي كما في الصورة هكذا أعزائي الطلاب لنستذكر معا ما نعرفه سابقا عن الساعات هذه تسمى الساعة ذات العقارب ويشير لنا العقارب الأزرق أنه عقارب الساعات أما العقارب الأحمر فهو عقارب الدقائق فتشير لنا الساعة الثامنة لنلاحظ أيضا على الصورة الأخرى وهي الساعة الرقمية وهي الساعة الآن ثمانية إذن ثمانية صفر وصفر أي تعني الساعة الآن ثمانية هيا نلاحظ كيف يتحرك عقارب الدقائق يتحرك عقارب الدقائق من علامة إلى أخرى كل دقيقة واحدة وما يبين لنا في الصورة الأولى العقارب الأحمر على الرقم 12 ثم اتجه العقارب الأحمر إلى رقم 1 أي يعني 5 دقائق من 12 إلى 1 أي يعني 5 دقائق يتحرك عقارب الدقائق من عدد إلى آخر كل 5 دقائق لقراءة الوقت أعد الدقائق بالخمسات ثمانية وخمس دقائق أحسنتم هيا نحدد الوقت بكتابة الأرقام على الساعة الرقمية تبين لنا الساعة الآن هي ثمانية إنه السهم الأزرق أحسنتم إنها ثمانية ثمانية والدقائق لنحسبها هيا يا أبطال خمسة عشرة خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون ثلاثون خمسة وثلاثون إذن الساعة الثامنة وخمسة وثلاثون دقيقة أحسنتم كما ترون يا أعزائي الطلاب تشير كلتا الساعتين إلى ثمانية وخمسة وثلاثون دقيقة أعزائي الطلاب يرجى منكم حفظ هذه الكلمة أنه يوجد لدينا ستون دقيقة في الساعة الواحدة أيضا يا أعزائي الطلاب عند تمام الساعة نبدأ مجددا بعد الدقائق أي يعني عندما تنتهي الساعة نبدأ مجددا بعد الدقائق لنحصل على الساعة الأخرى هيا يا أعزائي الطلبة ماذا استنتجنا اليوم؟ نستنتج مما يليه يمكننا العد بالخمسات لقراءة الوقت ويتحرك عقرب الدقائق من عدد إلى آخر كل خمسة دقائق يوجد لدينا ستون دقيقة في الساعة هيا أيها الأبطال لنفتح الكتاب صفحة مئة النشاط الأول هيا يا أبطال التدريب رقم واحد صفحة مئة تدرب موجه أحدد الوقت برسم العقارب أو كتابة الأرقام بحيث تظهر كلتا الساعتين بنفس الوقت يبين لنا في الصورة الساعة الأولى وهي ساعة العقارب أي أنها تعني بساعة الرقمية الساعة السادسة و خمسة وأربعون دقيقة أحسنتم هيا يا أبطال لنتوجه إلى التدريب الثاني يبين لنا الصورة الآن أنه في الساعة الرقمية تشار الساعة إلى ثلاثة وخمسة وعشرون دقيقة نضعها في ساعة العقارب ثلاثة وخمسة وعشرون دقيقة أحسنتم لنكمل يا أصدقائي التدريب رقم ثلاثة تشار لدينا الساعة العقارب أنها الساعة الثامنة هيا لنكتبها على الساعة الرقمية ثمانية صفر صفر أحسنتم بارك الله فيكم لنكمل لنكمل أيها الشجعان التدريب رقم أربعة يبين لنا في الساعة الرقمية أنها الساعة الخامسة وأربعون دقيقة هيا لنكتبها على ساعة العقارب الساعة الخامسة وأربعون دقيقة أحسنتم الغلق هيا يا أعزائي الطلبة التدريب رقم سبعة صفحة مئة وواحد سوف نحدد الوقت برسم العقارب أو كتابة الأرقام بحيث تظهر كلتا الساعتين بنفس الوقت نلاحظ الآن أن الساعة العقارب أنها الثانية عشر الثانية عشر وأربعون دقيقة أحسنتم بارك الله فيكم هيا يا أعزائي الطلبة والآن حان وقت الواجب الواجب وهو صفحة مئة وواحد التدريبات رقم ثمانية وتسعة هيا يا أبطال ماذا تعلمنا اليوم؟ أحسنتم قراءة الدقائق بالخمسات لتحديد الوقت وتعلمنا أيضا الساعة الرقمية وساعة العقارب جزاكم الله ألف خير إلى اللقاء يا أعزائي الطلبة نراكم لاحقا في فيديو آخر وفي حصة أخرى مع السلامة ترجمة نانسي قنقر